مصرف نمساوي يتلقى مذكرة أمريكية بسبب انتهاكه لعقوبات على روسيا الحكومة تبحث تشديد عقوبات التهديد بأعمال إرهابية الشرطة تعتقل تسع نشاطاء مناخ سكب الزيت النباتي على الطريق أطفال يقاضون الحكومة النمساوية بسبب عدم كفاءة قانون حماية المناخ النمسا السابعة عالميا من حيث وجودة الحياة وهولندا الأولى ارتفاع حالات الزواج وانخفاض الطلاق العام الماضي مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم تلقى مصرف رايف آيزنبانغ النمساوي مذكرة أمريكية بشأن تعاملات مالية مع روسيا تنتحق العقوبات الغربية وذكر ثاني أكبر المصارف النمسا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزان الأمريكية والمختص بمتابعة وتنفيذ العقوبات وجه أسئلة عدة تهدف إلى معرفة العمليات المالية التي يقوم بها البنك في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلاة بروسيا وأوكرانيا وأكد أنه يتعاون ويمتثل الإجراءات مطالبا بمنحه الوقت الكافي للرد على كل الأسئلة تبحث الحكومة النمساوية تشتيد العقوبات في حالة التهديدات بأعمال إرهابية لأنها حاليا لا تتجاوز السجن لمدة ثلاث سنوات وأكدت المازاتيج وزيرة العدل على ضرورة إجراء تعديل قانوني لتشتيد العقوبات خاصة المادة 278 من القانون الجنائي والتي تتحدث عن التهديدات الإرهابية وقالت الوزيرة أن الإرهابيين يهاجمون قيمنا ومجتمعنا كما أنهم يحاولون نشر الخوف وبث الكراهية مشيرة إلى أن النمسا لن تسمح بنجاح هذه التهديدات احتقلت الشرطة تصعى من نشطاء المناخ من حركة الجيل الجديد في فيينا بعد أن سكبوا الزيت على أحد الشوارع وحسب وكالة الأنباء النمساوية تم سكب عدد لترات من الزيت النباتي المسبوغ لإظهار الدمار الذي يحدثه الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم ويطالبون بوقف التنقيب عن النفط والغاز وتحديد سرعة السيارات بمئة كيلومتر على الطرق السريعة وذكرت الشرطة أنه تم تفريق التجمع بسرعة فيما أزال فريق التنظيف الزيت حتى لا يتعرض راكب والدراجات للانزلاق ويطالبون بسرعة السيارات تقدم 12 طفلا بشكوى إلى المحكمة الدستورية في النمسا بشأن عدم كفاءة قانون حماية المناخ وحسب صحيفة كوغيغ يقاضي الأطفال الجمهورية لأنهم يرون أن مستقبلهم معرض للخطر بسبب نقص أو عدم كفاية تدابير حماية المناخ من قبل الحكومة وتدرع المدنعون بحقوق الأطفال المحمية في النمسا بموجب الدستور ويجادلون بأن قانون حماية المناخ لعام 2011 غير فعال وينتهك حقوقهم نذكر أن في ألمانيا والبرتغال حصلت فيها أمثلة مشابهة وحظيت باهتمام دولي كبير حصلت النمسا على المرتبة السابعة عالميا من حيث وجودت الحياة في مكانة هولندا في المرتبة الأولى وحسب مؤشر تصنيف ننبيو الذي يدرس 84 دولة لتقدير نوعية الحياة يؤخذ في الاعتبار عددا من العوامل مثل القوى الشرائية ومستويات التلوث وأسعار المنازل مقارنة بالرواتب تكليفة المعيشة مستويات الأمان نظام الرعاية الصحية وحركة المرور إضافة للتقسي والمناخ وقتل النمسا في التصنيف سلطنة عمان ارتفع عدد حالات الزواج في النمسا العام الماضي بنسبة 13% وانخفضت حالات الطلاق بنسبة 7% وقال توبياس توماس المدير العام للإحصاء بعد عامين من إحباط العديد من خطط الزواج بسبب كورونا تم إبرام أكثر من 6 أربع ألف عقد زواج مدني وأكثر من 1500 شراكة وفي المقابل انتهت أكثر من 13 ألف حالة زواج بالطلاق وتم حل 139 شراكة ولسه في أقاويل تطال المرأة والمرأة الشرقية على وجه الخصوص بأنها تتهاون في قضايا الطلاق كانت هذه نشتنا لهذا اليوم مشاركونا تعليقاتكم كنت معكم أنا بينار الحامد أمسية طيبة إلى اللقاء اشتركوا في القناة